شنت القوات الحكومية حملة عسكرية جديدة على خمس قرى شمال شرقي محافظة ديالة وبحسب رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي فإن قوات حكومية مشتركة من الشرطة والجيش وميليشيا الحجد بدأت حملة عسكرية واسعة في خمس قرى ضمن القضاء يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي أن بعض أقضية ومناطق محافظة ديالة وفي مقدمتها مناطق لمخيسة ودوجمة وزاغنية وبهرز ومناطق أخرى تتعرض إلى حصار وعمليات قتل وترهيب من قبل ميليشيات طائفية وأوضح الدهلكي أن تلك العمليات تجري تحت أنظار القوات الحكومية وتعد بمثابة إبادة جماعية ترتكب ضد المدنيين مبينا أن استمرار استهداف السكان لا يمكن تفسيره إلا بأنه مخطط يرمي إلى إفراغ هذه الأقضية من ساكنها وإحداث تغيير ديمغرافي لصالح جهات معينة على حد قول الدهلكي فيما تشير أصابع الاتهام بارثكاب هذه الانتهاكات بحسب مسؤول محلي في المحافظة إلى ميليشيا بدر وميليشيا العصائب المتهمتين بعمليات التهجير في دياله بهدف التغيير الديمغرافي فيها لا سيما وأن المحافظة الحالي مثنى التميمي يعد أحد زعامات ميليشيا بدر في المحافظة النائب غيداء جنبش وصفت ما يجري في دياله بالحرب ضد العرب السنة مؤكدة وجود أهداف لتغيير التركيبة السكانية للمحافظة جنبش تؤكد أن أكثر من قاض لدائرة الجنسية والأحوال المدنية تعرض للتهديد والقتل وأن كثيرا من النازحين يعانون من بطاقاتهم التي تسمى ببطاقات العائدين والتي تسبب لهم معاناة كبيرة في التنقل من منطقة لأخرى مؤكدة أن الحرب أصبحت علنية على محافظة دياله وبحسب مسؤولين محلين فإن الدوائر الحكومية في محافظة دياله سجلت انخفاضا حادا في عدد السكان مبينين أن ذلك حصل بسبب عمليات قتل وتهجير طائفي تنفذها بعض الميليشيات المسلحة لا سيما في القرى الحدودية مع إيران